دكتور زياد بها الدين أهلاً وسهلاً بحضرتك معانا سعداء وجودك جداً والحية منتظرينك من زمان أنا شاكد لحضرتك جداً وسعيد جداً بالوجود مع حضرتك في البرنامج شكراً أنا الحية مش عارفة يعني من أين أبدأ؟ أبدأ من أسيوت ولا من الانتماء لوالد عظيم كان له أثر كبير حتى في التاريخ المصري يعني هي بداية في الحالتين يعني طبعاً مؤثرة جداً أنا انتمائي للأسيوت المتأخر بالمناسبة يعني أنا ما تولدتش هناك ومعرفتش أسيوت غير بعد ما كبرت وما كناش مثلاً مع والدي من العائلة اللي بتروح كتير أو بتتردد لكن بشكل ما كانت أسيوت حضرة في بيتنا وفي تفكيره وفي اهتمامه والصيد عموماً طول الوقت ومهموم بهم الصيد ويسعد بكل شيء جيد يحصل هناك ولما حاجت له أني روحت الأول مرة زيارة للأسيوت والأهلنا وبلدنا تستغرب جداً أولاً وتأثر عدة أيام عبالما ابتدى يستوعب كده فكرة أنه العلاقة مستمرة في الجيل اللي بعده وكانت أظن من أكتر حاجات اللي أسعدته ويعني هناك أنت كونت جمعية ما؟ الحياة الجمعية كونتها في الأول باسمه أثناء مرضه قبل وفاته بسنتين على أنها جمعية ثقافية بتحمل اسمه كان تقدرنا جميعاً كمجموعة أصدقاء والعائلة أن تكريم شخص مش بمجرد ترديد ما قالوا أو كتبوا لكن بنا نفتح المجال لآخرين وبدأت جمعية ثقافية في القاهرة في الأول ثم امتد نشاطنا الأسيوت ولكن الحقيقة أنه الاحتياج هناك في الصعيد كان قد كده أكبر والقاهرة مهما كان فيها يعني من الفاعليات والجمعيات والأنشطة ما يكفيها وزيادة فمع الوقت وبدون اتخاذ قرار واعي لقينا نفسنا منحط كل جهدنا تقريباً في أسيوت وببناء مركز ثقافي باسمه في بلدنا في الدوير طب ده شيء جميل جداً طبعاً يعني لابد أذكر أيضاً في البداية أنه الأستاذ أحمد بهاء الدين هذا الصحفي هذا الإنسان الكبير يعني كان لي شرف التعامل معاه في بداية حياتي المهنية وكنت دايماً بعمل معاه برنامج عن إسرائيل اسمه إسرائيليات هيستفدت منه جداً وهو يعني أوجهني في هذه البداية إلى أشياء يعني ما زلت أذكرها له حتى الآن